في إطار استكمال سماعها لإفادة الشهود عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة جديدة استمعت فيها إلى شاهد جديد وهو خالد الطبيلي الملازم أول في فوج الإطفاء وكان يخدم في منطقة الباشورة يوم الرابع عشر من شباط عام 2005 بدأت جهة الإدعاء باستجواب الشاهد الطبيلي حول طبيعة عمله خصوصا يوم حصول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إن منطقة السان جورج وتدعى بالمكان الأكبر هي منطقة عين لمريسي حيث مكان تباجد الفنادق وهذه المنطقة عائدة للكطاع الثاني أي الباشورة حيث كنت أنا أخدم بهذا الكطاع وعرض الإدعاء على شاهد لقطات من لحظات الانفجار وتوجه إليه بأسيلة استفسارية عن حجم الحرائق وكيفية إخمادها وعن كيفية عملهم حينها الطبيلي أكد أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في إخماد الحرائق بسبب قوة اشتعال تلك النيران وبعدها تقدم الطبيلي إلى المجسم العائد لمسرح الجريمة الذي أعدته المحكمة لشرح عملهم في ذلك اليوم بالتفصيل هذه السيارات التي كانت مندلعة فيها النيران ليست جميعها تابعة لموكب دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل كان هناك متوقفا أيضا سيارات عائدة لموظفي الشركات ولبعض المواطنين أما النيران التي كانت مندلعة بقوة فهي قسم من سيارات دولة الرئيس رحمه الله عجبا أن السيارات الخاصة العائدة للمدنيين كانت تطفق معنا بكل سهولة أما سيارات موكب دولة الرئيس الشهيد فقد وجدنا صعوبة صدقا وجدنا صعوبة في إخمادها وقد وافقت غرفة الدراجة الأولى في المحكمة على طلب الادعاء باتخاذ تدابير لحماية الشاهد تي ار اتش اربعمائة وسبعة وعشرين وفعدها رفع القاضي ديفيد ري الجلسة إلى الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء حيث ستستكمل المحكمة الاستماع إلى إفادة الطبيل